مساء الخير البندقية سلاح والوردة سلاح فلنواجه بالتوليب والزنبأ والأركيدي والبنفسج والجاردينيا وبعبق الديمقراطية وأريج الحب والحرية مشاهدينا بين المدفع والهاون والأم سكسين فلنختر الإمساك بتحفة ولوحة وقصيدة وبين الحرب والسلام فلنتمسك بأبجدية الحياة هي حرب وهو سلام هي الأمس وهو ما نتمناه اليوم وغدا وكل العمر هي امتداد للسياسة وهو امتداد للحب وبين الاثنين بين الحرب والسلام فلنطوع أدوات الموت ولنفتح الباب السحري إلى الحياة ولنعبر إلى مملكة السلام أستقبل في هذه الندوة ثلاثة أشخاص أبوا الانخراط في لعبة الموت واختاروا الاستسلام للرسم والأدب والكلمة وتطويع الفن والثقافة والعلم في مواجهة أدوات الموت والحروب معي كاتيا ترابلسي الفنانة التشكيلية وربي حداد أستاذ مادة التواصل السياسي والسينما وذاكرة الحرب اللبنانية في معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف رشال أمير الروائية والناقدة ومالكة دار الجديد للنشر أهلا وسهلا فيكن رشال أمير من الصعب أن نفهم الإنسان الباحث عن السلام والهدوء وسط الزحام لكن هذا الهدوء الظاهر في جنبات وقصمات ووجهك بيدفعني للسؤال كيف تدافعين عن هذا السلام الداخلي مساء الخير شكراً للاستضافة بهالمكان المدهش وهلي هو حامل حمال ذاكرة كتير كتير مؤلمة فأنا كتير مندهشة ومتأثرة أنه كون موجودة وأول ما ارتقيت الدرجة أوصل على هالمكان لقيت أنه بعد في أثار كتير كتير كبيرة من هالأشياء من الحرب من الحروب اللي عشناها أو اللي سمعنا عنها فأنه بصراحة الواحد ما بيقدر يفصل حاله عن الواقع هلي عاش فيه أو هلي عايش فيه أنه بجرّ بيلاقي سلامه الداخلي مش بالهروب بالالتصاق أكثر مع هيدا الواقع يعني أنه ما فيك تكون لبناني ولبناني عانى وهاجر أحياناً ورجع وراح وراح ورجع بدون ما تكون خلقت لنفسك دفاعات والكاتب طبعاً بيخلق لنفسه دفاعات عبر الكتابة بنتقل لك كاتيا ترابلسي في أعمالك بتشوفي دايماً أنه الجمال أقوى من البشاعة الخير بتشوفيه بالشر السلام بتشوفيه بالحروب بتشوفيه بالمعارك بتشوفيه بالرغم من القتل والدمار والدم بتطلب منك تتطلع هون في هذا المكان في هذه البقعة يلي بتختزن رائحة الموت في هذا البيت يلي كان خطوط تماث في غرفي كانت مركز للقناسي في جوار كان بقعة دم وموت شو بتشوفيه؟ بتصدق يعني باليبت عنه تفوت هون بقول يا ربي شو حلو هيك بفوت بحكي مع الحيطان كل بخش بالحيد بحكي معي كل لون كل شي كل حجر عنده قصة هل بتشوفيه انه الواقع قبيح الى درجة انه نمتمنى نعيش بالماضي يلي كان يسمى الزمن الجميل برغم من أساعته وحتى في خضم الحروب والقتل بعتقد انه ما بفهمه الفنومان هيدا يلي بعلقني بالحرب في شي بالحرب بنتمى لحياتي أنا بدلي عيطلي يعني بحب اتفرج عصور الحرب بحب كون مكان مثل هيدا بنتمى له الشي بملكه الشي بدي افهمه الشي بدي اتصالح معه ربي حداد بنتقل لك شو بتشوف انت في هذا البيت البيت الاصفر بيت بيروت يلي يكلف 18 مليون دولار امريكي حتى يصير متحف ذاكرة الحرب بتأيدي مهمة كتير لانه نحن نقصتنا كتير مشكلة ذاكرة الحرب لانه التلميذي اللي عم نشوفه اللي عم نشوفه بالجامعة انا ما بيعرفوش اي عن الحرب ما ننسى انه كتب التاريخ تبعا عنه توقف سنة 1948 يعني لما هلان نكسة توقف عد نكسة كتب التاريخ يلي بيعرفوه عن الحرب الليبنية هو يلي اهلون قبلوا يخبروني واهلون على تنكنوا من تميين لفريق ولا للتاني دولك عم بيوصلوا لعننا مشنجين مع فريق ولا وعدتاني مع انه ما بيعرفوش اي ما بيعرفوش اي ما بيفهموش اي بالحرب مشان هيك ضروري كتير انه يرجعوا يكون عندهم اتصال مع الحرب يرجعوا يستملكوا للحرب ما يكون تاريخ قديم مش سامعينه ويكون كل واحد عنده التجربة تبعه ويجيب التجربة تبعه معه لحتى يفهم انه هاي دا الاشياء مش لازم ابدا تتردد هاي دا هي المهمة فيه شرلتان فيه عدم تردد الحرب مرتاني نمنعهم لازم نمنعهم يرددوا الحرب اول شكل يكرروا 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 وتاني شرلتان لازم كمان نشوف كيف بدنا نتكون هالهوية اللبنانية يلي مشتت اليوم ويلي بلا تاريخ موحد حتى لو كان فيه عدة طرق للتاريخ اذا ما فيه تاريخ ما عم نقدر نبني هالهوية وزا ما بنينا الهوية يعني ما فيه محاسبة كمان بالنسبة للسياسيين اليوم وهيدي المشكلة السياسية اللي عنا اياها اليوم هو عدم وجود محاسبة بالنسبة اليوم لانه ما فيه تاريخ ما فيه ذاكرة ما فيه عمق بالنسبة للبلد من دون الذاكرة ما فيه علاقة حميمة مع المكان نحنا اليوم فيه قلب الذاكرة ربي حداد الى اي درجة بتحس بحميمية هذا المكان؟ انا بالنسبة الي لازم يكون متحفة تخشيف يعني تنذكر وما تنعد هيدا هيدا المهم فيها هيدا بالنسبة الي اهم شيء بالنسبة لي مش لازم يفدي نفتح ما بعرف ليش بعد ما نفتح المحل ضروري فيه ارجانس فيه امرجنسي لازم ينفتح حين سؤل الرسم بابلو بيكاسو لماذا بعض لوحاتك غير مفهومة اجاب العالم من دون معنى فلماذا تريدون مني ان ارسم ما له معنى فاصل وننطلق بعد هذا البريك ننطلق في هذه الندوة مع ضيوفي راشال امير ربي حداد وكاتيا ترابلسي كاتيا ترابلسي مبروك معرضك الجديد الهويات المستمرة وهذا المعرض هو معرض مدهش حقا مليء بالالوان تجتمع فيه 46 دولة من مختلف انحاء العالم واصبحت فيه صواريخ الهاون قطع فنية ترمز الى تراث وخضرات لا الى قتل ودمار واستغرق العمل من الفكرة الى التنفيذ اربع سنوات كاتيا ليش الهويات المستمرة 46 هوية لانه لقلي بعتاد انه اليوم ما بقى فينا نتفرق عن باقي العالم يلي بدي اقوله بهيدا المعرض وعم فرجة هويات مستمرة على ازيفة يلي هي قصة حياتنا نحنا بلبنان قصة جيلة جيل الحرب يلي هنه الي الدمار صارت صارت ايلة تاريخ وفن وحضارة تقول انه الحرب اول شي ما فيها تشيل الهوية عبدا بتقوية للهوية تاني شي 46 بلد تقول انه ما بقى فينا نتفرق عن باقي العالم ازا مرد بلدنا مردة سوريا مردوا كل البلدين حوالينا الدين كلها عم تمرد ما بقى فينا نتفرق ما بقى فينا نقول ما خصنا او هنه او نحنا بتمنى الوحدة بين الدول بين الحضارات بين الهويات بتمنى الوحدة بهيدا الموضوع بتمنى الوحدة بتمنى انه هلأ معيالي عم بيصير كل الناس يلي عم تترك بلدها عم تروح تتهاجر عغير بلدين وهي ما بده تهاجع عغير بلدين عم تتهاجر مع هويات كتير مختلفة عالبلدين يلي عم تروح فيها بتمنى انه تجيب شي زيادة لهوليك البلدين وتعلم من هوليك البلدين يعني يصير فيه اشانج بدل ما يصير فيه عداوي يصير فيه تكامل 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 من بعضهم بتمنى هالشي والمعرض يلي عملته انا بيحكي عن حربنا يلي ما وصل لشي بيحكي عن حروب الدني كلها بيحكي عن تاريخ الدني كلها وبيحكي انه الحرب ما فيه الدمر التاريخ ولا فيه الدمر الهوية وكلنا مثل بعضنا ومتمنى السلام يعني بهيدا الموضوع صحيح انه الحرب ما فيه الدمر الذاكرة لكن الانسان فيه شارك بدم تمس الحقائق على كل حال الحديث طويل وديدخل معك بيطيات الحرب اللبنانية والحروب المختلفة المبعثة لأين مكان قوصة مشتركة بيناتها نحن بعدنا فيه دي وانا حقيقة انحني امام هذا المجهود اللي عم بتوضعي بالاجابة باللغة العربية انا طبعا بعرف الفكري بالانجليزي والفرنسي والليلي عم تعالي مجهود مضاعف حتى جيوبيني وبحب ايضا شير الى انه خلال اجوبتك الكاميرا راح جول على معرض بربتشول ادنتيتيز يلي حاليا هو في جالوري صالح بركات في كليمانسو وطبعا دعوي الى جميع المشاهدين حتى يقدروا يروحوا ويشوفوا هذا العمل الرائع والجبار رشال امير بنتقل لالك شو رأيك بمحاولات بعض الفنانين بتطويع وسائل الحرب وجعله ادوات سلام كل فنان حقه يستعمل المادة اللي بيرتقيها انه كاتيا استعملت القذيفة انه هي قصة قذيفة جالت العالم وحبت تقول انه برسلتها حسب ما انا فهمت وزرت المعرض عشية افتتاحه فهمت انه عم تجربة تقول انه الحرب يعني تلتهم العالم كله وهي عم تخبر قصة قذيفة وتطورها تحت تحول القذيفة لمزهرية او لوردة انه تحويل السكين يتحول الى وردة انه ليش لا هذه وجهة نظرة في سيدة من قبلها مثلا اخذت مواد مستهلكة وعملت منها شخصيات صغيرة كنت عم بالدين مثلا نصرة او داعش او اي جهة انه في محاولات كتير لاستعمال بقايا الحرب انه نحنا شو بيبقى منها نحنا بقايا الحرب يعني انا بحس حالي انه كائن يمكن باقي انه على قيد الحياة لاني ما متت لاني ما كنت وقفة هون او لانه القناص ما لطقتني فكل واحد حقه يعبر متل ما بيريد بس انا ضد تبسيط المطلق انه فيك تاخدي انا مثلا بقول شو هي اخذت قصة قذيفة انا ممكن كان ااخد قصة دمعة او قصة قطرة دم او قصة مثلا مرات انه شو بيرجعوا من الحرب لما بيمتلك شاب ممكن يرجعوا اميسوا انه ممكن تاخد اي قصة وتبني عليها انه هو المهم تبني شي يكون في عنده خطاب انه اذا بدك معقد ما يبسط الحرب الحرب منها شغلة بسيطة اطلاقا يعني منها قصة ناس عندهم اسلحة يعني كمان الواحد اذا بد يكون شرير مع كاتيا ممكن لك انك عم بتروجي للقزايف انا ضد الترويج لأي انا بيعرفوا الناس اللي بيجولوا عندي انا حتى السكين يعني ما بحب استعمله بالبيت يعني ما بريد ما بريد انه الانسان يستعمل حتى بحياته هذا الهدوء اللي حكيت عنه انه حتى اهلة حادة للتعاطي حتى مع اشياء بياكلها او شي بفضل استعمل اشياء رايقة او اذا فيه اكل بلا سكينة يعني بيستغني عن السكين انا فعلا يعني بهذا الموقف الجزري ضد القتل والواحد ممكن يقتل بغير طريقة يقتل بنص حلو يقتل بمعرض حلو يعني القتل ما انه قتل بالدم او قتل انه فيك تقتل بفكرة رهيبة تقدر تغير وجهة العالم انه القتل هي ساعتها بالمعنى المجازي فالقصة يعني انه القصة كبيرة قصة استعقى اي مواد بدك تستعمل تتكون فنان انه هون عندك الحرية المطلقة انا هون هادا المهندس احتفظ بالدنيا متل ما هي ما اجا طمصة خلينا نعيش وكأنه نحنا بنص الحرب بهذا المكان اللي تركه هيك الحيطان المكسرة ففيك تحتفظ وفيك ما تحتفظ ربيح حداد يقال انه كي نعرف السلام لازم نعرف الحب ومعنى الحب برأيك هل تنجح المحاولات الفنية وثقافية مثل محاولة كاتيا طرابلسي في تجميل البشاعة وجعل السلام يتردد من قلب الحروب والدماء ما تقول مش ضروري تتجمل تصير فيه تجميل المهم تضل فن الفن مش ضروري تكون جميل فيه فنون كتير رادي تكون ديسارمونيك ولا تدرب الاشياء البشعة تبين الاشياء البشعة ومنها البشاعة فيه يخلق الفن ويلي شفناه هون بالنسبة بالنسبة لاركاتيا انه ذات اللوحة ذات الابداع فيه يكون قملة فيها تنفجير وفيه يكون تاريخ خمسين مئت متان سنة حرفية من كل بلاد العالم يلي بالعكس عم توجهون على السلام هي ذات الشغلة فيه كل معنايين هي مش الإملي يلي خطرة شو بتعمل فيها مش السكين يلي خطير سكين حسب شو بدك تعمل فيه كلهم هولي اشي متل ما كنت عم تقول انه ضروري للفن بس بذات اللغة حسب شو بيعمل فيها الفنان مش هيدا السؤال المهم واكيد بالنسبة إلي ببلد مثل لبنان خاصة ببلد مثل لبنان يلي بالنسبة لشبابنا الافق السياسي محدودة من انسى انه الشبابي اللي عمرون 20 سنة من تسع سنين مبحياتهم صوتوا صارونو 30 سنة اليوم بدوني صوتوا اول مرة ب آيار هولي عالم مسدود كل المسيرة السياسية مسدودة مسدودة عندهم وين بدوني بدوني يعملوا فنه وين بدوني يبدعون وين بدوني يقولوا انه هانه مسعجين وين بدوني اقولون انه هيدي البلد مش ظابط لالون لمفي الا الفن مش ناياك عم نشوف بها البلد قوية فان رهيبة وحلوة كتير ويلي هي بالنتيجة عم تصير سياسة كاتير طابرسي هل رسم لبنان بانقساماته واختلافاته مهمة سهلة ام صعبة حسب كيف تطلع فيها بس بعتقد لقلي سهلة لانه كيف تطلع انت في هذه الانقسامات والتشارذمات البلد مقصوم بلد مقصوم طائفيا مذهبيا سياسيا عقائديا كل هالموضيع اللي منعيشها بالبلد هون موضيع هي اساس الفن اساس الانسپيريشن تبعيتنا الوحي اساس الوحي تبعنا لانه منعين من هالاشياء منعين متير اشياء ومحال ما فيه كل ما فيه احساس قوي كل ما فيه فرستريشن كل ما فيه على اشياء بتزعج على اشياء بتدايق هي مصدر وحي هي مصدر وحي مصدر وحي وبعطيت مشين هيك الفن بالبلد هون كتير قوي لانه كل شي مصدر وحي كل شي مصدر بيعطيك مجال انه تحكي عنه بالفن لانه الفن هي حريط التعبير وفينا المواضيع يعني قد ما بدك فيه مواضيع فينا نحكي عنه نعبر بالفن هوني نقيت انا الازيفة لانه الازيفة الشغلة ما فينا ننسيها بالحرب بيعطيت هو اكبر خوف فينا نعيشه هو هو الصوت الازيفة هاي الشغلة يلي وقتها رجعت الحرب بسوريا وحوالينا واجاني ذكرت حربنا بلبنان ذكرت الازيفة هاي الشغلة اقوى شي تذكرت فيها وبعتقل المشروع الفني اللي عملته هلا تأمحي تأمحي من حياتي هالخوف تبع الازيفة واجعل من هاي دل هالازيفة تكون قصة قصة تاريخ وفن وجمال فيه شي كتير مهم بعلاقة قصة بلبنان بعلاقة الخوف مع هيدا الموضوع يلي عملته يلي هو قصة وقصة كل الناس يلي عيشوا الحرب بلبنان لانه وقتها يعني اذا بتشوف المعرض المعرض بيحكي باسم باسمنا كلنا ما بيحكي باسمي انا عشنا ذات الشي وخفنا ذات الخوف هلأ التعبير هذا هل عملك الفني شكل حقيقة علاج نفسي لليك؟ بعتقد انه بلا ما اعرف او بلا قصد او بقصد ما بعرف هاي شغلي لازم خلتا صلحتي مع نفسيك؟ كل عامل فني بعمله بتصالح مع نفسي اكتر واكتر وكل ما بقرب على اشي بوجعتني بحياتي وبعبر عليها بالفن بتصالح مع حالي اكتر وبوجههم بشكل اقوى وبتصير ضمن حياتي اكتر بدل ما ارفضها وسكر عليها بصير بتقبلها وبتطلع فيها وبلاقي له كتير اشياء مقبولة واشي في عبر عنا بالفن اكتر رشال امير لبنان بلد لا يشبه سواه هاشي تعلمني وارض غرورنا هل فعلا هذا الاختلاف حقيقي ام مصطنع؟ كل انسان بيفتكر مش بس انه بلده قريته يمكن او بيته بيفتكر انه في عنده تميز وهذا شي كويس بس هدا شي وصل لحظات غرور كتير كبيرة ووصل لحظات هي اللي يمكن ولدت الحرب انه هيدا الشعور بالانتشاء بالذات انه احنا هالبلد الصغير اللي بقدر يجمعه بنفس الوقت الجبل والبحر ونحنا اللي بنحكي ثلاث لغات واللي نحنا اول جامعات اتأسست انه كل هالافتخار بالذات يمكن هيدا الافتخار كله ما قادر يحافظ على وحدة البلد وكان بالحقيقة كان كمان انه افتخار زائف وويك بسموه بالعربي تنفج انه واحدك بيكون مليء بنفسه بس ما بيقدر يحافظ على حاله هاللي مليء عن جد بنفسه بيحافظ على نفسه ما بينكسر هيدا محل شظايا هيدا محل انا ما بسميه بلد انه هيدا محل مؤلن في كتير قلم وهيدا محل فيه هويات كتيري وهيدا محل قاتل يعني عم بيقتلنا كل يوم يعني بيبقاءنا هون او بيرحيلنا من هون يعني اذا كنت من هون ذات يوم شعرت انك ممسوس بهالمكان مهما بعدت مهما رحت على اقاصي الارض حتى لو صرت من الجيل التاني انه مش انت اللي خلقت بلبنان اهلك ورجعوا رضعوك هالحليب وشعاروك انه فيه لك علاقة بهالمكان الاستفنائي هاللي هو هاللي انه عرفت انه الحرف الفينقيين والحرف وبعدين انه الانتصار على عدو هاللي هو اسرائيل او يعني كل هالانافي وهالكبر انه بتشعر انه ما فيك تغادر ومهما كنت ساكن بكندا او باستراليا او بالصين يعني فيه هيك فيه نوع من من مرض اسمه لبنان هاللي هو مرض هيك الانتشاء بالذات بس هو مرض حلو كمان يعني انه بيقول صديقي احمد بيضون بيقول انا لبنانيتي هي لبنانيتي التواضع وهذا الكلام انا كتير يعني بتبناه وبكبر عند شخص متل احمد بيضون هاللي هو استاذ تاريخ حاول حاول يفهم تاريخ لبنان بالتفاصيل وبالدقة علم بالجامعة اللبنانية سنوات طويلة من حياته بس هو عم بيحتفل عم بيحتفله فيه بالجامعة الانتونية بيطلع معه هالجملة فانا بنتمي لهيدا للبنان التواضع هاللي جاي عباله يوقف حروبه واذا بدك هبله هبله طواقف وقبائل وهيدي شوفة الحال ويجي يقول بدنا نشتغل بدنا نشمر ونعمل ورشة حقيقية ورشة فيها صدق فيها عن جد تنقية الذاكرة مش بس تغطي تحط شوية مكياج عها الذاكرة انه انه غطيناها اعود اليك ربيح حداد علاقتك وطيدة بالفن السابع بالسينما اللبنانية التي توفق لمحطات مختلفة من الحرب العبثية اذكري لانه افلام عديدة تناولت الحرب منها شتي يدني ميراث حروب صغيرة عيون الامهات الى اين هلأ لوين المجتمع اللبناني مل من معالجة الحروب عبر مشهد المباني المثقوبة صور القناصة ويحتاج الى الدخول اكثر في عمق الموضوع في اللب طيب هل يفترض بافلام الحرب السينمائية مساعدة المجتمع اللبناني على فهم الحاضر والسعاب الماضي والتعلم من اجل او في سبيل المستقبل؟ مئة بالمئة بوافك مئة بالمئة لانه بالاول السينما الفن السابع كما تقول بالتاريخ اذا تطلع بالتاريخ على طول الفكسيون فيه عم تمثل الحقيقة اكتر بالدوكومنتار من الان بترجع بتشوف فلمة فيلم فليني مثلا امار كار عن ايام موسوليني بايطاليا فيلم اقوى من حيالة دوكومنتاري بيعملوا التاريخ يعني هيدا الفيلم صار بارابول صار هو بحد ذاته بمثل كل شي عاشه جيل بايطاليا الفن السابع بيقدر بحده لما بترجع بتشوف مثلا فيلم مثل ربيع ترامونتان طبع فاتشي بولجورجين يلي بعتقد اول فيلم من تاني جنراسيون من بعض الحرب اللبنانية يعني بطلت الحرب الموضوع الاساسي بس الحرب بعد الموتار طبع الفيلم يعني الاشخاص اللي موجودين بالفيلم بيتحركوا لانه بيمضيهم في الحرب بس هن الحرب اليوم بطلت موجودة فيه وهيدا اللي عم تحكي عنه هو ان نفوت بالعمق لنبلش نفهم ونشوف بالنتيجة اللي كنت عم تفضلت وحكيتي عنه هو قصة الهوية شو هي هالهوية اللبنانية بالنتيجة؟ هي تبولة؟ ولا فيه أبعد من هيك؟ كنت عم تحكي عن القلم يمكن هوية اللبنانية هي القلم لازم نفتش على الاشياء يلي بتربطنا ببعضنا كلنا ومن هون نعمل وهيدي السينما كتير قوي مش نعملها كاتية ترابورتسي السلامة للحرب بيتطلب نضال ومواجهات ما هي القلية أو ما هي الأدوات التي تستخدمها أنت حتى تواجه بفنك؟ مثل ما قلت دايما بقول الوحي الوحي يلي هي الأقوى أقوى فيه أنا كفنين يكون عندي إياها مش دايما موجودة الوحي من ربنا يعني بقول اله ديفين إلهية مش دايما موجودة يعني كيف كيف هل هي منزلة هل بتنزل بأوقات هل الوحي منزع لك بأوقات؟ بتنزل بأوقات للفنين مثل الكاتب بيعتقد أنه في أيام تطلع بما في شي بتطلع بالتوال بالكانفس وبيضة وبتطلع وما في شي ما في وحي ما في أفكار ما في شي فاضي هيدا بيعتقد أضرب وقت في الفنين يمروا فيه لأنه في هالخوف أنه هل الوحي بدو يرجع ولا ما بدو يرجع وإذا ما رجع مين أنا شوب شوب عمي هيدا موضوع تاني بس بالنسبة للوحي يلي هو الإيلي يلي المستخدمه لنعبر عن أشياء منترجمة بحياتنا خلال النظرة والإحساس يلي نحن عنيها يوميا رشا الأمير سميلنا ثلاثة أدوات نضال يفترض أن يتم استخدامها في مرحلة السلام أنا ضد استعمال كلمة نضال أول شي إنه بحسة تنتمي إلى معجم معجم صار شوي شوي من الماضي طبعي أنت ضد كلمات نضال ضد مصطلح مقاومة أنت مع أي كلمة أنا مع كلماتها اللي هي إنه إذا بدك الذاكرة مع الذاكرة مع تفعيل الذاكرة ومع العمل ومع التواضع الذاكرة هي الماضي لا هي كمان الذاكرة أنا قاعدة قدام ورقتي عم بكتب أنا بحاجة لذكرتي هي إداة شغل أنا بالنسبة إلي ككاتبة أو ككاتبة أو كناشرة أو كمواطنة أنه ما في يأجي على هالمحل بدون ما يكون عندي فكرة شو هو تاريخه يكون الحق علي أنا إذا ما هذا مكان أنت بيعنيلي كتير أنت عشتي الحرب أو عشتي مرحلة مراحلة الحرب طبعا بعض الصور بعضة واضحة وفي صور أخرى ملبدة إلى حد ما لكن في جيل بيكامله ما بيعني شيء في ورقة بيضة إذا أجع إلى هذا المكان وقام يزيارة هذا المكان ما رح يعنيله شيء بلى أكيد بيعنيله لأنه أكيد أهله مخبرينه إشياء يعني نحنا امتداد ما حدا بيجي بيخلق نفسه أكس نيهليس ما حدا بيخلق من عدم أنه كلنا أبناء وبنات هذا الإنسان الأول هاللي أتى الخيو إذا بدك نحنا كلنا أبناء القاتل مش القتيل هذه الشغلة بننساها كمان باستمرار أنه نحنا من نسل القاتل كلنا كلنا كل الموجودين بهالمحل مش أبناء القتيل نحنا أبناء الجلاد مش الضحية هلأ إذا بنتحول أحيانا لضحايا أنه بينزل القصف علينا بنصير ضحية مش نحنا عم نقصف بس يمكن ناس بنعرفهم عم بيقصفوا على الآخرين تيكون لأن القصف متبادل ربيح حداد بيقوله أنه الكذب بيكتر بعد الصيد بعد الحروب وقبل الانتخابات ما نحكي الليلة عن الصيد ولا عن الانتخابات اللي طبعا عم نعيشها هلأ بيقوة جدا بدأ نحكي عن الكذب ما بعد الحرب هل الحرب فعلا انتهت؟ وماذا تقول لطلابك عن الفترة يلي امتدت من 1975 حتى 1990 شو بتخبرهم؟ هو أتولياء ووركشوب الكوري يعني أنا بخبرهم إشياء بعطيهم بداية قصص وبقلهم يروحوا على الأرض ويفتشوا لأنه بعد عندهم حظ أنه العالم اللي عاملوا الحرب في البنان بعدها طيبة مش مطولين بقى في عشر سنين في عشرين سنة يمكن ما بعدوا طيبين لذلك تلميذي طلابي اليوم أنا بدي إيههم يروحوا يشوفوا هالعالم وخاصة ما تحكي عن الكذب أكيد الحرب كلها كذب كلها بيسمونه بالفرنسي وليجاند ايربان ويوربان لجاند بالانجليزي يعني كلهم بيجوا مركبين قصص براسهم يلي قد ما حكيوها للعالم فكروها أنه مظبوط صحيحة يلي هي أكتريت لأوقات مش مظبوط صحيحة وكل الحرب حرب البنان ركبة على قصص مش مظبوطة يلي لما ببلش تشتغل فيها علميا بخبروك بلانكي سينجر قلنا عربع سنين عم تشتغل تاريخيا بلانكي سينجر ما فيه إلا سونيا فرنشي بتحكي عنه ما قلو وجود ما قلو وجود تاريخي بلانكي سينجر يعني إذا خدتوا من هون ورحتوا بلاش تتفتش بلاش تدرس عليه بتشوف أنه هاي دي بداية الحرب كانت غلط تفكير على بداية الحرب كان غلط يعني السؤال أنا بالنسبة إلي الطلابي بيشتغلوا معي سماست هدفي بالأخي يقدرو يقولولي هاي الحرب كان فينا نتفادية ولا ما كان فينا نتفادية عيدا السؤال الوحيد اللي بيحز مش النفا مش النفا مش النمستقبل لم تسع البشرية يوما إلى السلام بل إلى هدنة بين حربين هذا ما يقال وهذا ما لا نتمنى فاصل ونواصل بعد هذا البريك نعود لمتابعة هذه ندفع مع ضيوفي رشال أمير ربيح حداد وكاتيا طرابلسي كاتيا طرابلسي أبدأ معك في هذه الفقرة من البرنامج منشوفك معانية جدا بقضية الهوية منشوفك خايفة على مستقبل الهوية أمير معلوف قبلك خاف وقال الهوية لا تتجزأ أبدا ولا تتوزأ أنصافا أو أثلاثا أو مناطق منفصلة نسمع منك أكتر أنت عن الهوية عن الهويات المبعثرة اليوم يلي قاله أمير معلوف هو بالضبط مشروع الفني ترجمته بالفن بالمعرض يلي هلأ موجود عن صالح بركات الهوية الهوية هي مثل الأم هي أساس كل واحد منها بيعتقد هاي دي نظرتي بعد نظرتي أنا الشخصية أولادي ربيو بدبي وربيو بمجتمع كوسمو بوليت من كل الأديان ومن كل البلدين أوكي تعرفوا عناس من جميعهم ما ربيو بجوة لبنانية وما ربيو بجوة سياسية سيفروا ودرسوا برا أنا فكرت أنه أولادي رح يكون رح يكون عندهم هالحرية ينتموا للعالم كله بلا ما يحسوا أنه عندهم إجبارية يكون عندهم هوية لأنه فكرت الحرية الحرية هي بلا الهوية بتوقف لك حريتك فكرت سيفروا ودرسوا برا ورجعوا لهون رجعوا بلدهم رجعوا لبنان يلي ما ربيو فيه يلي بيعرفوه كانوا بالصيفية بس وبيعرفوا أنه أهلي كانوا هون يعني جدوا ونصتهم وقتا رجعوا لهون وبدوا يتعرفوا على هويتهم أنا ما جبرتهم عشي استنتجت أنه الهوية ضرورية لكل إنسان اللي يحس حاله عنده جزور شي محل وعنده انتماء لعيلة لعيلة مثل انتماء لأهل لريحة لأكل للغة لأغاني لشي بتحس حالك أنه أنت بالبيت هيدا بيتك وبالرغم أنه كبروا برا وعيشوا برا رجعوا على بلدهم هون لأنه الهوية هون أود أن أشير إلى أنه كاتيا ترابرسي غدرت مع زوجة جون ترابرسي إلى دبي في العام 1989 وهناك انطلقت كفنانة تشكيلية لذنها كان حاضر بأعمالها بشكل لافت في عام 2011 في معرض وكتاب عن الآخرين Of Others وصدرها في العام 2013 Generation War وكلفتها شركة إيطالية في العام 2015 بتصميم ألم جبران خدير جبران وأطلقت ضيفتي مبادرة جيد الحرب في وسط بيروت وتشارك فيها ستة مصورين صحفيين بصور مدهشة واقعية وإنسانية التقطوها أثناء الحرب كاتيا أبقى معك ما هي أبشع صورة بقيت راسخة بذهنك من الحرب الأدمنية أزيفة فاتت على البيت كنا ناعدين بالدراج لأن ما كان في ملجأ بالبنية عندنا وفاتت أزيفة بالبيت عندنا وطلعت الدخن كله وصريخ وهذا وقت سألتني السؤال هلأ وفي غير صور كمينا بشع يعني عشناها بالحرب بس هيدا أول واحدة عشتها بأعتقد رشا الأمير اللبناني بيعيشوا دوما هاجس الحرب الخوف من الغد من بكرة وفي كل مرة هناك حادث جديد يكاد يولد خط تماس جديد هل هذه الخطوط متمترسة في النفوس والعقول برأيك؟ طبعا هي خطوط طوائفية هي خطوط مناطقية هي خطوط يعني هذا اللي مبين اليوم يعني بخطوط اليوم تختلف قليلا عن خطوط الأمس هي خطوط يعني هي مشاريع حروب والحروب للأسف يعني أنه ما فيها تبلش بس أنه لأنه فيه نية حرب ما بدا تتغذى بالقزايف والقزايف يعني هدي مشروع ضخم فيه صناعة فيه صناعة أسلحة بدا تتحرك يعني منها مشاريع فردية يعني اللي بدي أكده أنه الحرب أو الحروب منها قيين وهبيل يعني ما فيك تختصرها برجل ضد رجل ضد أخي هي مشروع شوي أكبر من أنا ويه عبيلنا نتخانق ونسب بعض لا يعني نحن أكيد بس يعني هي مشروع كبير أنه ساعتها إذا بدنا نتخانق بدي يحط طايفتي إذا أنا مؤمنة فيها بدي يحط طايفته بدي يحط منطقته بدي يحط لونه بدي يحط شكله بدي يحط أسلحته يعني في إلا في إلا ظروف يعني الحروب منها شغلة هيك معطى بيجي ببساطة ربي حدد هل برأيك الحروب النفسية هي فعلا معبر إلى الحروب القتالية؟ أنا بأعتقد أنه يلي بدهوا التاريخ بتخلى عن حربه النفسية بيصير عنده غير اتصال مع الحقيقة مع الواقع ما بيعود يخلي الزعمة يلي حاولوا يستعملوه للحروب لأنه بالنتيجة هاي هي المشكلة المشكلة إنه إذا ما درست ماضيك ما شفت قديش تعملوك بالماضي ما فيك تشوف كيف رح يستعملوك بكرة ومثل ما تفضلت وقلت من شهر كانت رح يجعسي فيه خطوة التماس ليش؟ لأنه ما درسوا التاريخ لأنه بعضه بيجي واحد بيقول لهم بيروح بالدم بيطلعوا بيروح بالدم بدل ما يشوفوا شو الواقع يتخطوا هني واقعون ويشوفوا اللي بالنتيجة بيشبهوا بعض أكتر ما بيكرهوا بعض ذكرت أبي شوي إنك بتشجع طلابك للنزول ميدانيا إلى الشارع لطرح الأسئلة وللعودة بأجوبة هني نزلوا ب13 نيسان الماضي شو طرحوا أسئلة وبشو عاد وبشو رجعوا؟ يلي عملوا هني نزلوا درسوا كل الأرض بعين رماني جابوا كل الدوكومنت اللي معقول يجيبوهون مشان يجربوا يفهموا شو صار ب13 نيسان 1975 لأنه ضروري يفهموا مش عم قولوا يمكن لما صار 13 نيسان ما كان صار حرب يمكن صار غير حاديث بس قبل كل شي خلينا نفهم لأنه هون كمان في ليجوند أوربان على 13 نيسان 1975 يلي السؤالات اللي بتسأل كل العالم بتسأل بس بالنتيجة ما حدا فتش على الجواب هيدا البداية إنه مثلا بوستة الفلسطينية اللي ما رأيت بعين رماني كانت طريقة طبيعية ولا لا؟ إذا طريقة طبيعية ده تخطى مطرح ما قطعت يعني ما كان فيه إرادة ليولى على المشكلة إذا كانت مش طريقة وقطعت مظبوط يعني فيه إرادة ليوقع على المشكلة تقول وقد تعترف بأنك اقترابت من فهم أحداث 13 نيسان نحن بحب نفهم أيضا لماذا الحرب الليبنانية اندلعت برأيك؟ لماذا الحرب العالمية الليبنانية اندلعت؟ أنا السؤال بعتقد أهم سؤال يلي بسأله هي كان فينا ما نخليها تنتلع لأنه بدون شك كان فيه إرادة كان فيه جو متوتر كانت بحب كثير على كف عفريت كان الملاد على كف عفريت بس بزيت الوقت كان فينا نتخطى هالقصة كان فينا ما نوقع بهالفخوخ اللي كانت موجودة بس بشين ما يوقع الواحد بده يكون عنده السقاف الكافي العلم الكافي عن الماضي عند ريمال رو كان يقول المستقبل هدي من الماضي هيدا اللي بدنا نجرب نفهمه نحنا نفهمون إيه للطلاب إنه ما يوقعوا بهالفخ اللي عم بنترح عليهم هلا لما بترجع بعدنا لما نرجع على حرب لبنان في عندك تسأل هون تسأل هون نهيتهم بخبروك قصة غير تانية وبعيدة كتير في عندك عالم بيقول لك كنا بدنا نسوي نسوي الحكم بين المسيحية والإسلام في عندك هوليك كانوا الفلسطينيين بنكشوا الليبنانية المسيحية من لبنان عشان يحطوا يقعدوا هني محلون عندك هالقسطين موجودين طب بحق كتير هالقسطين هون بعضوا ما قلنا حق نحنا نجرب نشوف شو كنا عملنا إذا بتقول لهم المسيحية طب كن ضروري تحملوا سلاح بقول لك أنت خاين لو ما حملنا سلاح ما كنت هولا تخبية طب مزبوط طيض أنا بتسأل هالسؤال بدي نزل شوف بدي افهم كن ضروري يحمل سلاح طب ليش الفلسطينيين مثلا إذا هني بدون ياخدوا محلنا ليش الفلسطينية السورية ما خلقون يتمسكوا والإسرائيلية ما خلقون يتمسكوا الإسرائيلية طلعوهم بيروت على ترابلوس والسورية طلعوهم ترابلوس على تونس كيف كانوا بنحط الفلسطينية محل المسيحية مين كان نخليهم لنا حق نسأل هالسؤالات ما عم قوله الجوابات بس أنا إلي حق نسأل هالسؤالات مش مش أكتر منها رشال أمير ما هو المشهد الذي أبكاكي أكثر في الحرب الأدمنية شوف قتلة نهار وجدت لأنه في شخص بعرفه نجرح فهرعنا إلى الجامعة الأمريكية وكان وقته حرب الجبل دايرة فشفت جسس يعني شفت ناس مقتولين فطبعا أنه ما قدرت إلا لوحد شو بيعمل بيعمل تاريخ الدموع ساعتها شو بيقدر يعمل إنسان عم بيشوف جسس عم تنقل من الجبل إلى المستشفى وما حدا قدر يعمل لها شيء بتشوف قتلة قدامك أنه ما فيك إلا تبكي وتقول أنه عسى هالشي ينتهي بس كيف بده ينتهي إذا ما فيه قرار سياسي بعدني يعني ما أنه قرار ذاتي أنه شخصي فهذا الهون المحل بيخليني أحكي عن قرار أكبر من الإنسان وأكبر من الفن أنه الفن أنه بيجي بيجرب عنده خطاب وعنده وجهة نظر بس مش هو اللي بيقرر بالسياسة للأسف سؤرك هذه تدمر الروح وترميم الروح مهمة شبه مستحيلة هل برأيك هناك ذكريات لا يريد أحد من اللبنانيين تذكرة؟ أكيد القتل اللي ببدون يذكروا أنه قتلوا والبقتلين صاروا تحت التراب ما فيهم يخبروا يعني في مكان كتير صعب تشبيك الرواية كلها مع بعضا لأنه الناس اللي مفروض يخبروا صاروا تحت التراب نحن عنا ناس نجوا بعض الناجين هنا ممكن يعني أنا بعرف عن كثب قصة صبرة وشتيلة وبيعرف ربيع أنه أنا بعرف عن كثب أنه شو صار باليوميات مع القتلة بعرف أنه في الفيلم اللي نعمل عن الموضوع أنه راحوا شايفوا القتلة خليهم يحكوا كيف فاتوا على المخيم كيف صارت هالمجزرة بيحكوا وبيحكوا وأنا نشرت كتاب اسمه أنا الضحية والجلاد أنا لواحد اسمه واحد زلمي قتلوا له ولاده بأول الحرب جوزيف سعادي هذا الكتاب صدر بالفرنسي بعد أن نحن بدرجة دي ترجمناه للعربي بعد مرور كذا سنة على صدوره بالفرنسي مثل ما كأنه كمان اللبنانيين بدون ينسوا هذا السبت الأسود هو ايه هو بيقول أنا السبت الأسود بآخر الكتاب اللي هو مش مش هو كتبه الصحفيين إجوا عملوا معه حديث عملوا معه حديث بيقولوا له هل أنت نادم يا جوزيف على ما فعلت بيقولون أنا لست بنادم أنا حسابي عند الله وأنا الله بعرف يحكي معه وبتنزل دمعة من عينه لجوزيف سعادي زلمي الصنديد أبضاي هو بيقول إنه قتل لو بتقرأ الكتاب يعني هذا الكتاب بيخليك تعيش هلأ أنا عم بتذكر الكتاب إنه شعر جسمي بيتش مثلهم بيقولوا بالدارج إنه كتاب عنيف وقاسي بس هيدا الكتاب لازم اللبنانيين يقروا لازم العرب يقروا لأنه الحرب منا بقى بس بلبنان في حرب باليمن في حرب بالعراق في حرب بسوريا في حرب بالسودان إنه الحرب بليبيا توسعت رقعة الحرب فهيدا الكتاب إذا ما اريوه وكتاب مترجم ترجمة كتير راقية عن دارجة إنه بنصح جدياً إن الناس يقروا أنا الضحية والجلاد وأنا لجوزيف سعادي ويعتبروا منه هو رجل اعتبر يعني رجع على إيمانه بيقول بيقول للصحفي أنا أتدبر أموري مع الرب بس أنا ماني ندمان إنه معناتها إنه في مكان ناس بيرجعوا بي مستعدين يرجعوا يكرروا الحرب يعني أنا ما نمقتنع إنه الناس بيغسلوا إيديون وبينزل الدم وخلص بيرجع كل شي نضيف وحلو لا مستعدين يكرروها بكل لحظة وبيكرروها كاتير ترابرسي بعد ما تركت لبنان ب89 ورحت ع دبي وما بدت جيب سيرة الحرب لكم سنة يعني بتعرف إنه بعد ما تعيش شغلة قوية بدك هيك تروق شوي وما تتطلع فيها ورجعت اشتغلت على موضوع الحرب شفت إنه الرياكشن هوني بالبلد باللبنان إنه حرب ما بدنا ما بدنا نعرف حرب ما بدنا نحكي فيها حرب ما بدنا نحكي بعد حرب خلاص وأنا ضد هالشي لأنه إذا ما واجهنا مثل ما قلت يجب نقرأ هالكتاب يجب نواجه القصة الحرب نتعرفها بعضنا ونعرف شو صار من تاني ما يلي وشو صار عنا من الحديد هلأ ما بنعرف شي كيف بلشت الحرب وكيف عايشين مع بعضنا عنا هالهوية الدينية يلي نتيجة الحرب تبعيدنا يلي ما طلبناها يلي هي هلأ عم تفرقنا أوكي ما عنا غير شي ما بنعرف شي كيف هنه عاشوا الأحرب هوني كالفلسطينية والإسلام والشيعة والسنة وشو نحنا كمسيحيين ما بنعرف شي عنهم هنه ما بيعفوا شي عنا بيعفوا شو سمعوا ونحنا بنعرف شو سمعنا بس ما في حقيقة ما هيك؟ وأنت هلأ عم تفتش على الحقيقة عم تبعد تشجيل جديد يفتش ويلاقي الحقيقة لاني لا يكون عنا نحنا جوابات الحقيقة لايك بس في سيالتي في كمالة من ناحية العلمانية في الواحد يقدم صوب لحقيقة الأشياء اللي صارت مش حيات الإنسان الوقائة ايه الوقائة ايه الوقائة في بيروت الجميلة ما يوحي دائما بالتفاؤل البحر استراحة زرقة السماء وحي والتدرج الإنسيابي بين البحر والجبل صعود فاصل أخير القسم الأخير من هذه الندوة مع ضيوفي كاتيا ترابلسي للفنانين رؤية خاصة عندما تسرحين اليوم في بيروت في حناية بيروت ماذا تخبرك بيروت؟ بيروت بتخبرني قصة قصة الماضية وقصة المستقبل بتخبرني العلاقة بين الناس يلي هني من مايلي بياخدوا العقل لأنه في هال انتماء لبعضنا البسيطة هال تكرم عينك ستنا وهال حكي بين بعضنا يلي هو كتير حلو وفي هال خوف من الثاني كمانا بالنظرة أوقات إنه هيدا من غير منطقة شو عم يعمل عنا وهال في هال هالنتيجة الحرب بعضة بالجيل بالجيلة أنا ما بحكي عن جيل أولادة أوكي؟ بيروت بتخبرني طبقات قصص وقصص ما تخلص ببيروت بيروت غنية بشكل وفقيرة كمان طاق طاق بكل إنسان من جيلي كل إنسان في قصة في قصة رهيبة في قصة جعبالي أنا أخلى منه وأعمل فيها شيء هالقصة بس تعطيه حقه بيروت تعطيني هالإحساس هيدا ربيع حدد يتردد أن الحفاظ على الذاكرة بيتطلب الإبقاء على مراكز أو مواقع أو بيوتات أثرية مثل هيدا البيت البيت الأصفر علميا كيف يؤثر مثل هذا البيت في تعزيز الذاكرة وجعل الناس تتعاذ من الماضي؟ مثل ما كنا نقول الحرب اللبنانية بالنسبة لأولادنا كتير فيها روايات وخيالات وإشي ما عادوا يعرفوا شو المظبوط وشو الغلط منها بني من هالنوع بات من هالنوع وجود من هالنوع هو الإثبات إنه هيدا كله صار مظبوط وفيه كنت شوفوه وفيه كنت تفكروا كيف كان كيف كانوا عم بيتعملوا مع هالقصة وما كانت إلا سلبية هالقصة ما كان فيها إلا إشياء سلبية لونك هيدا الإثبات لغمز الوجود مظبوط للحرب كيان الحرب رشاء الأمير بيروت تغيرت في المقابل كتار من المهندسين كتبوا عن العمرات والساحات والذاكرة وتحولات المدينة اللي هي بيروت وبذكر على سبيل المثال الحصر نقيم المهدسين الحالي جاتابت ونقيم المهدسين السابق المرحوم الصديق عاصم اسلام برأيك كم تركنا من مساحة لذكريات في بيروت؟ ما هي المساحة مساحة روحية يعني تعرف قداش في بنايات عم تتهدم يعني كلنا منشكي من منشوف منشوف قرمة كتير كبيرة مكتوب عليها حي تراثي مشان يجربوا يحافظوا على بناية أو بنايتان وعادة ما بينجحوا انه عم بجربوا يحافظوا على البيت اللي ولدت فيه فيروز عم بجربوا جربوا يحافظوا على البيت اللي كان مستأجر وأمين المعلوف انه عطول فيه بيجوا بالصرخة الأخيرة وبس البناية بتكون تهدمت يعني ما فيه أي مشروع للأسف إعماري رؤيوي لهالمدينة هالمدينة هي تنظر إلى الآتي لا تنظر فقط إلى ماضية لازم تتجذر بماضية وتفهمه وتجرب تستوعبه بس هي مدينة بدها حدا رؤيوي يعني عنده رؤية كتير كبيرة يفكر بالباركينجات يفكر وين بده يحط حضائق مش بس يفكر بالربح الربح الآني والسريع والثروة الثروة الحقيقية هي الإنسان هي هيدا البعد أنه تعمله حضائق عامة تعمله أمكان للقاء تريحه هاي مدينة مش مريحة لأنه ما فيه رؤية أنا بظن من يسرح اليوم في بيروت يتذكر التياتره الكبير الذي هو نسخة طب الأصل عن أوبيرا جانيه في باريس الذي عرض أول فيل الناطق باللغة العربية بعنوان الوردة البيضاء الموسيقار محمد عبدالوهاب وفي التفاصيل ساحة رياض الصلح كنيسة الكابوشية مبنى العازرية شوارع غرو ألمبي سينيما بلاس وأمبير وميتروبول وروكسي ومسرح فاروق والهريدي إن وألمار من هناك كنت تذكر أول مول في شرق الأوسط في المبنى البيضوي السيتي سنتر الدوم الذي شلعته الحرب والذي ضم أول سلال كهربائية في بيروت وافتتحت فيه سينيما جومون بلاس مشاهد 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 كانت في بيروت حسيت في تأثر عند كل واحد منكم حتى لو إنه رشا بترفض تقول أنا في عندي حنين لشي ماضوي أنا حنيني فقط للمستقبل للا حسير بالمستقبل كاتية ترابورسي وين برأيك أخفق جيلك وين نجح؟ بعتقد جيلي يلي تعلم يلي فكر بيلي عشناه وتعلم من حياة تعلم شي من يلي عشناه من القلم يلي عشناه نجح بحياته ويلي ما بحف كتير ناس حواليه ما نجحوا بحياته إنه عيشوا الحرب بريكاردو صراحة يعني عم بجارب تذكر حدا فشل هني يلي كتير كانوا إدياليست كانوا مثليين مثليين وبعدين بوقعوا بخيبة الأمان هؤلاء يلي ما نجحوا بس الليل هؤلاء كلهم نجحوا صاروا إنسانياتهم أقوى نحنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة بحب إنه كل واحد منكم نوقع الحلقة على طريقته ثلاثين ثانية ببدأ معك ربيع أنا بندسمي إلي في جملة واحدة المهم إنه تذكر المستقبل كاتيا أنا بتمنى إنه تعرفها بعضنا أكتر أرشا أنا بقول هذه السماء التي صارت لنا بلدة فأنت لح تصير هالسماء بلدة حلو أنا بشكركم على المشاركة في هذه الحلقة المختلفة وبحب أيضا نوه وأشكر شكل كبير السيدة ريما شحادي لأن سمحت لنا حقيقة إنه نكون اليوم موجودين في بيت بيروت وبحب أيضا أشكر محافظ بيروت زياد شبيب لأنه فتح لنا أبواب بيت بيروت هذا البيت الأصفر العابق برائحة الماضي الماضي الحزين لكن نتمنى ونرجو أن ننطلق منه نحو مستقبل أكثر إشراقا لعل وعسى أن يطعذ الجيل الجديد من كل ما حصل في الماضي وأن يجتمع حول الهوية اللي حكينا عنها حول القيم الإنسانية اللي بتشدنا لمجتمع اللي منتمي له للأرض يسكنين فيها أنا بتشكركم أصدقاء المشاهدين حين تتغلب قوة الحب على حب القوة نكون في طريقنا إلى السلام إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة